أبدو معك دكتور عزة كما تابعنا في المؤتمر الصحفي أبدو هناك اتفاق واتساق في المواقف فيما يخص حل القضية الفلسطينية فيما يخص تهديئة التوترات الحديثة الآن وبلينكين على بعد ساعات من زيارته لرامالله وإسرائيل فما الذي سيمكن حمله الآن أمريكيا لحل التوتر هناك وإعادة الأمور إلى طبيعتها أنا أعتقد أنه اليوم شاهدنا استعارات شامل للعلاقات السنائية بين مصر والولايات المتحدة وبالتأكيد انتقلنا من العلاقات السنائية إلى الوضع الإقليمي المتفجر في إسرائيل والوضع في القدس بالتأكيد الولايات المتحدة سيكون لها دور مهم في الزيارة القادمة لبلينكين خلال ساعات في إسرائيل محادثاته مع نتنياهو ثم مع الرئيس الإسرائيلي ووزير خارجي الإسرائيلي سينقل الرؤية المصرية التي تخص أنه لابد من التحرك في اتجاه خفض التصعيد من خلال وقف كل هذه الإجراءات الجائرة الجائرة ضد الفلسطينيين العزل في القدس والأراضي الفلسطينية من الواضح أن هناك اتفاق شامل فيما يخص الرؤية تجاه كيفية التحرك للأمام التحرك للأمام لابد أن يرتبط بمسألة التزام الحل السياسي والتزام بحل الدولتين وهذا ما أكد عليه الوزير سامح شكري والوزير بلينكين مسألة الوصول إلى مسألة حل الدولتين لابد أن يكون هناك إطار واضح وهذا الإطار السياسي لن يتحقق بدون أن يلتزم كل طرف بمتطلبات التحرك نحو الحل المسألة أنه الخفض الفوري أو الوقف التصعيد الفوري في الأراضي الفلسطينية أعتقد أن التنفيذ يقع على الجانب الإسرائيلي ما سيحاول بلينكين وهو اختار كلماته بدقة شديدة في المؤتمر الصحفي حتى يسمح أن تكون هناك مساحة للنقاش مع الإسرائيليين بشكل مفتوح ويستطيع أن يصل إلى توافق حول كيفية وقف هذا التصعيد أعتقد أنه نحن أمام وضع حالي بيرتبط بمسألة أن الحكومة اليمينية في إسرائيل تحتاج إلى أن يظهر المجتمع الدولي وتظهر الولايات المتحدة أنها ضد كل هذه الإجراءات الجائرة ضد الفلسطينيين وأنها لا بد أن تتخذ موقفا مرنا لأن ذلك سيؤثر كثيرا على أمن إسرائيل قبل الفلسطينيين